إن قيامة يسوع المسيح تعتبر تاج المعجزات أقوى المعجزات لأن المسيح أقام نفسه من بين الأموات ولكن قيامة العازر من بين الأموات تعتبر من أقوى المعجزات اللي فعلها يسوع المسيح في بشارة يحنى وللبشير يحنى فاهم المكان وفاهم التاريخ وفاهم الجغرافية والموقع والمكان ولهذا السبب خصص له إصحاح كامل لكي يتكلم باستفادة عن هذا الموضوع فالبشير يحنى يحاول أن يظهر لنا أن المسيح هو الكلمة كلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فما يحاول أن يظهر لنا الكلمة المتجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا والبشير يحنى يحاول أن يظهر لهوت المسيح بعدة أمور يحاول أن يظهر لهوت يسوع المسيح من خلال الشهادات المتعددة الموجودة في بشارة يحنى مثل شهادة الآب شهادة الروح القدس شهادة أعمال المسيح لنفسه شهادة يحنى المعمدان شهادة موسى شهادة الكتب المقدسة وشهادة الشهود مثل نوكوديموس مثل المرأة السامرية ومثل اللقاءات مثل المولود أعمى في يحنى تسعة وهنا أحبائي منشوف شهادة عظيمة جدا من ضمن الشهادات يعني من اليهود ومن غير اليهود مثل المرأة السامرية ثم يحاول أن يظهر مجد هذا اللهوت من خلال المعجزات التي يسميها آيات فيحنى البشير بيتكلم عن سبع معجزات في بشارة يحنى وهذه المعجزات يسميها آيات والآية هي علامة في اليونان السيميو والعلامة لها بعد روحي عميق جدا وعادة بعد المعجزة أو بعد العلامة كان بيقوم إما جدى اللهوتي أو مساءلة لهوتية وعادة فيها بعد أو عمق أو تفسير روحي ليسوع المسيح وعادة المعجزة أو العلامة هي تقود الناس كما يقول في هذا الإصحاح ثمان مرات ليؤمنوا وبشارة يحنى بيتخصص بهذا الموضوع يسمى إنجيل الإيمان إلى آخر إصحاح 20 و 21 يقول أن هذه المعجزات والآيات كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه في بشارة يحنى إصحاح 20 ترجمة نانسي قنقر